القيام بترجمة مشاهير المحدثين وبيان أبرز اللفتات في حياتهم العلمية والحديث عن أصحاب الكتب منهم مع بيان موجز لمناهجهم فيها وتأثيرهم في الحياة العلمية والمعرفية للأمة برنامج مشاهير المحدثين عبر العصور تقديم الدكتور لبيب نجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فلازمنا في حلقات هذا البرنامج وهذه الحلقة السادسة والعشرون في هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى مشاهير المحدثين عبر العصور ونقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسمه إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو الدمشقين كنيته أبو الفداء لقبه عماد الدين ولد رحمه الله تعالى سنة سبعمية هجرية في مدينة بصراء بقرب دمشق وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة سبعمية وأربعة وسبعين هجرية أي أنه عاش أربعة وسبعين سنة نشأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يتيما إذ توفي والده وهو ابن ثلاث سنين شأنه في ذلك شأن كثير من الأئمة الذين عاشوا اليتمى كالإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة وسيأتي أيضا أن تلميذه الحافظ العراقي نشأ يتيما وكان والد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رجلا صالحا وكان خطيبا مفوها كما كان فقيها وكان والده قد قرأ بعض الكتب في الفقه الحنثين ثم تحول إلى الفقه الشافعي وأخذ عن العلامة النووي فقيه الشافعية وكان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أصغر إخوته وسماه أبوه إسماعيل باسم أخيه الأكبر الذي كان اسمه إسماعيل وكان أخوه الأكبر قد قدم إلى دمشق فاشتغل فيها بطلب العلم بعد أن تم حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة في النحو وحفظ التنبيه للعلامة أبي إسحاق الشيرازين ودرس علوما أخرى ثم إن أخاه الأكبر سقط من سطح فمكث أياما فمات فحزن والده عليه حزنا شديدا ورثاه بأبيات كثيرة فلما ورد الحافظ ابن كثير سماه والده بنفس الإسم الذي كان لأخيه الأكبر فأكبر أولاده اسمه إسماعيل وآخرهم وأصغرهم وهو الحافظ ابن كثير اسمه إسماعيل أيضا ولقد ترقم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لوالده وذكر شيئا من أخباره في كتابه البداية والنهاية لقد بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في طلب العلم على يد أخيه عبد الوهاب بن عمر بن كثير رحمه الله وقد وصف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أخاه في كتابه البداية والنهاية فقال وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقا وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منهما يسر وسهل منهما تعسر أتم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حفظ القرآن الكريم سنة سبعمائة وأحدى عشر أي كان عمره حينما حفظ القرآن الكريم أحد عشر سنة وأخذ يتعلم القراءات وحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازين وحفظ مختصر ابن الحاقب في أصول الفقه وبعد أن بلغ في العلم مبلغا حسنا لازم الحافظ أبا الحجاج المزين الذي مرت معنا سيرته في الحلقة الماضية وقرأ عليه كتابه الكبير تهذيب الكمال في أسماء الرجال وهو مختصر الكمال في أسماء الرجال أي رجال الكتب الستة وتوثقت علاقته بشيخه أبي الحقاق المزين حيث إن الحافظ ابن كثير رحمه الله تزوج ببنت الحافظ المزين واسمها زينب لم يكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع اهتمامهم البالغ بعلم الحديث لم يكن مهتما بتتبع عوالي الأسانيد كما هو شأن المحدثين وقد انتقده الحافظ ابن حقر العسقلانين بسبب ذلك فرد عليه الحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى فقال العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا أما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات التي ليست من الأصول المهمة أي أنها ليست من متين علم الحديث وإنما من ملح علم الحديث لقد حاز الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على ثناء عدد كبير من العلماء بل منهم من هو في طبقة مشايخه ومنهم من مات قبله بسنوات كثيرة كالحافظ الذهبي الذي قال في وصف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال سمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير وله عناية بالرقال أي ذكر كلاما ثم قال في وصفه هذا وصف الحافظ الذهبي للحافظ ابن كثير مع أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى مات قبل الحافظ ابن كثير بأكثر من عشرين سنة فكيف إذا عاش وامتد به العمر ورأى من الحافظ ابن كثير الشيء الكثير بعد تلك السنوات وقال ابن حقين وهو تلميذ الحافظ ابن كثير في وصف شيخه كان أحفظ من أدركناه لمتون الحديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وكان يستحذر كثيرا من التفسير والتاريخ قليل النسيان وكان فقيها جيد الفهم صحيح الذهن يحفظ التنبيه إلى آخر وقته يحفظ التنبيه وهو من الكتب الهامة في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازين ومعنى يحفظه إلى آخر وقته أي أنه لم ينسى ذلك الكتاب مع تقدمه في السن قال يحفظ التنبيه إلى آخر وقته ويشارك في العربية مشاركة جيدة ويمضم الشعر أي أنه يقول الشعر أيضا وقال عنه الحافظ بن حقر رحمه الله تعالى لازم المزين والمزي شيخه وأستاذه ووالد زوجته قال لازم المزين وقرأ عليه تهذيب الكمال وهو من مهماته الكتب في تراغم الرجال أي رجال الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة قال لازم الحافظ المزين وقرأ عليه تهذيب الكمال وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته نعم لقد كان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى متأثرا بتقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى محبا له وإذا ذكره في كتبه سواء في التفسير أو في التاريخ فإنه يذكره مشيدا به قائلا قال شيخنا الإمام العلامة كما صنع ذلك في مواضع من تفسيره رحمه الله تعالى لقد صنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مصنفات لقيت قبولا على مر العصور فلا زالت مصنفاته موضع قبول إلى يومنا هذا ومن أشهرها تفسيره للقرآن الكريم قل مسمى تفسير القرآن العظيم وقد قال كثير من العلماء إن تفسيره للقرآن الكريم هو في الأصل اختصار لتفسير ابن جرير الطابري الذي يلقب بشيخ المفسرين وتفسير ابن جرير الطابري من أعظم كتب التفسير التي فسرت كتاب الله عز وجل ولقد أثنى العلماء على تفسير الحافظ ابن كثير ثناء عطرا حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه البدر الطالع عن تفسير ابن كثير إنه من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها ومن كتبه المشهورة كتاب البداية والنهاية في التاريخ ذكر فيه أحداث التاريخ منذ بدء الخليقة إلى سنة سبعمائة وسبعة وستين من الهجرة أي إلى قبل موته بنحو ثمان سنوات وكتاب البداية والنهاية كتاب مشهور لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم ولا مثقق ولعل أكبر كتبه حجما كتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوام السنن رتب فيه الكتب الستة الصحيحين وسنن الترمذين وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد ومعقم الطبراني الكبير ومسند البزار ومسند أبي يعلى رتب جميع الأحاديث التي في هذه الكتب على حسب الترتيب الهجائي لكل صاحب مسند من الصحابة والتابعين لقد تعب الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى جدا في تأليف هذا الكتاب الذي كان سببا في فقده لبصره حيث يقول الحافظ بن كثير رحمه الله لازلت أكب في الليل والسراغ ينونس أي الشمعة تتحرك وهو يكتب ويؤلف فيه قال حتى ذهب بصري معه ولعل الله أن يقيض له من يكمله لقد بلغت مقلدات هذا الكتاب سبعة وثلاثين مقلدا ومع ذلك لم يستطع الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أن يتمم هذا الكتاب بلغت مقلدات هذا الكتاب سبعة وثلاثين مقلدا واحتوى على أكثر من مئة ألف حديث بالمكرر ويعد كتاب جامع المسانيد والسنن من أعظم الموسوعات في جمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة توفي رحمه الله تعالى بدمشق ودفن بمقبرة الصوفية قريبا من شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى وصف جنازته فقال كانت له جنازة حافلة مشهودة ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية وقد رثاه بعضهم فقال لفقدك طلاب العلم تأسفوا جادوا بدمع لا يبيد غزيروا لو مزقوا ماء المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يبن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع الله درجته في عليين وإلى لقاء قادم مع إمام آخر وعلم من أعلام المحدثين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته القيام بترجمة مشاهير المحدثين وبيان أبرز اللفتات في حياتهم العلمية والحديث عن أصحاب الكتب منهم مع بيان موجز لمناهجهم فيها وتأثيرهم في الحياة العلمية والمعرفية للأمة برنامج مشاهير المحدثين عبر العصور تقديم الدكتور لبيب نجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر